هم المسأل والمورهم والبركة هم المدعا وما بعد أيها الإخوة الأفاض أيها الأخوات والفضايات إن أولا يشهدوا مال العلم من دور وأهمية في بنية المجتمعات وقواعد الحضارات وأساسيات المجتمعات في كل العصور والأزمنة بشكل عاد وهذا العلم لا يقول له أثر ولا تثير ولا تطير إلا إلا كان مندققا عن رؤيا وعن مشروعه وإذا كان يمتح من جهود السابقين لأركض الخلفة بالسابق في حلقات تصيلة تستفيد من الترابع وتستثمر المنتوج وتستشفى به ومن خلاله المستقبل المشرك والمور من هنا كان لكل عمل علمي ضرورة أن يبني على ما سابق وأن ينطلق بما تقدم وأن يستمعي كل المجتمع وبناء على ذلك كانت هذه الندوة المباركة بهذا العلمان الحلقات العلمية جهة الشمال تركز على قراءة التالية بكل تقاصيم بكل بنيات بمشاهر أعلامه علمائه الآن من المجلسة الأولى بهذه الندوة المباركة ويمن تقطير مفدة من أسابقاتها والعلماء في رؤون ستكون إن شاء الله وبلا شك مثمرة ومفيدة إن شاء الله نبدأ مع أستاذ الجليل علامة التدور سلم عن السلام شكور في مداخلته والعنوان جهود علماء الجهة في مدد جسور التواصل العلمي الحضاري بين المغرب وشروب العالم فليسا شكرا للمشاهدة